استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية الملكة صوفيا ملكة أسبانيا والوفد المرافق لها وقامت ملكة أسبانيا بجولة تفقدية تعرفت خلالها على مبنى الاستقبال بالمتحف والمنطقة المطلة على بحيرة تعين الصيرة والمسرح المكشوف وكذلك المصبغة الأثرية الفريدة والتي يعود اكتشافها للعصر الفاطمي كما تم تعرف ملكة أسبانيا بالقاعات المختلفة للمتحف ومقتنياته المتميزة والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية مع عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والتراثية والفاعليات والمعارض الفنية التي ينظمها ويستضيفها المتحف من أجل تعظيم دوره الثقافي والفني والتوعوي